أكد معالي وزير النقل دكتور عبد السلام حميد أن إعادة تنظيم ورفع قدرات البنى التحتية وبالأخص من عدن يتطلب تدخلا عاجلا لكونه يعتبر المنفذ الرئيسي لإدخال السلع والخدمات التجارية والمساعدات الإغاثية الإنسانية ولفت وزير النقل لدى لقائه الممثل المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي إلى أن قطاع المشاريع في الأمم المتحدة قد كلف فريق خبراء هولندي من أجل دراسة تحديد الاحتياجات المطلوبة لتحديث الميناء من جانبه أكد جريسلي على ضرورة العمل بشكل مشترك في إطار اقتصادي موسع بصدد تقليل الكلفة التأمينية وبهدف وصول السلع والبضائع بأسعار أقل